كان لأبي ذؤيب الهذلي خمسة أبناء أصيبوا بالطاعون فماتوا ولم يبقى له إلا طفل صغير وزوجة أميمة فقال مرثية في ذلك أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتدلت ومثل مالك ينفع أما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع فأجبتها أن مالي جسمي أنه أودى بني من البلاد فودعوا أودى بني وأعقبوني غصة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع فغبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع لا بد من تلف مقيم فانتظر أبأرض قومك أم بأخر المصرع ولقد أرى أن البكاء سفاهة ولسوف يولع بالبكاء من يفجع وليأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع والنفس راغبة إذا رغبتها فإذا ترد إلى قليل تقنع كم من جميع الشمل ملتئم الهوى باتوا بعيش ناعم فتصدعوا والدهر لا يبقى على حدثانه في رأس شاهقة أعز ممنع